خبر المفروض كان طبيعي من بدري تجديد عقد موسيماني مع النادي الأهلي من المسلمين القادمين بديهي جدا خصوصا أن الأهلي دلوقتي في فترة حسمة يعني الأهلي يعد من مرحلة صعبة في الدوري الفوز الكبير النهاردة على بيرامز ودخل على مرحلة صعبة في دور الأبطال محتاج فيها على أقل نقطة وطبعا مباراة سان دونز في جنوب أفريقيا وحقيقي يعني نفسيا حتى كمان لموسيماني فكرة أن هو يسافر جنوب أفريقيا وهو مجدد عقده مع النادي الأهلي ده هتفرق كتير جدا معاه الرجل النهاردة في المؤتمر الصحفي طلع قال أنا محتاج سنتين فالأهلي راح يداله سنتين اللي هو طلبهم يعني هو دلوقتي بقى ملزم أن هو مش أنت قلت يا معلم بقى أنت عايز سنتين وحتعمل لنا بفريق وحتكسر الدنيا وإنجازات وإنت اللي بتعلي السقف على نفسك لأن أنت كسبان كل حاجة فلما أنت تقول أنا عايز سنتين علشان أعمل إنجازات أكتر خد سنتين بس ورينا بقى هتعمل أكتر من اللي أنت عملت وإيه عايز سلات أخوة الثلات من اللي أنت عايز راك يا الإسلام لا طبعا قرار بديهي زي ما أمير قاله كقرار طبيعي الناس انتظرته بعد فترة الشد والجذب لكن قرار في الآخر تتويج لمسيرة نكحة جدا يا كريم في وقت قول إيه المسلماني مع النادي الأهلي النادي الأهلي عنده ميزة كبيرة جدا عنده مدير فني كويس عنده سكواد محترم عنده استقرار استقرار فأقول استقرار أنت النهاردة كل خطأ ويأخذ المسلماني بتقول إيه الراجل عمل حاجة كويسة جدا في الدوري ماشي كويس لا ماشي كويس في أفريقيا لا في كاس عامل قندية حنجد إمتى فخلص اتقفل الباب اللي كان عامل شوية يعني إيه كلام وإشعاعات وحاجات بين الأهلي ومسلماني كله حيركز أكتر وهو رايح جنوب أفريقيا حيبير راجل مستقر أكتر دفع عليه وللنادي الأهلي قبل ماتش سانداونز الماتش مهمة جدا الأهلي يرجع بنوقت الماتش من جنوب أفريقيا فبالتالي قرار مليون في المية صح وقلت لك قبل كده مسلماني هو المدرب اللي يتبني عليه مشروع للأهلي فعلا يعني زي ما كان منويل جزين ويتبني عليه مشروع للأهلي انت ناجح جدا كمية الجمهور راجبة معاك اللعيبة كلها حباك قادر في المبارات الحاسمة والكبيرة يكون لك شخصية فده مدرب يتبني عليه مشروع هو عايز سنتين وعنده بقية السنة عنده فكر يبدأ يغير في فرقته هو النهار ده قال ما فيش فريق يتبني في يوم وليلة هو الراجل بقى له فترة معاك يقدر يبني فريق أقوى من كده كمال للأهلي ويشتغل عليه فقرار موفق جدا